ورحمة الغراء بالخيرات تأتينا اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكر هنا لرب الخلق آخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الذاكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار ومع جوامع الذكر التي علمنا إياها النبي المختار صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار من جوامع الذكر كلمات يسيرة كما قلنا معاني واسعة ثواب أكبر يملأ السماء يملأ الأرض يثقل الموازين ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات نحن نحفظها جميعا لكن كثيرون يغفلون عنها رغم أننا نحفظها وهذه الكلمات ثوابها عظيم ثوابها خير من الدنيا خير مما طلعت عليه الشمس الشمس تطلع عليه لما الشمس بتطلع بتطلع عليه على الدنيا الدنيا كلها بتطلع على البنوك واللي فيها على جبال الدهب على جبال اليورانيوم بتطلع على الجيوش بتطلع على البحار بتطلع على المزارع مزارع السمك مزارع التفاح بتطلع على المطاعم بتطلع على الفضة بتطلع على الزبرجد والياقوت بتطلع على كل حاجة سبحان الله دا لو طلعت على البنوك لوحدها ولا على جبال الدهب كان يبقى كفاية الثواب دا ما بلك لما تطلع على كل ما يخطر على بلك أو ما يخطرش أهو اللي يقول هؤلاء الكلمات الآتيات ذكرا لله فهي عند الله عز وجل بثواب ما طلعت عليه الشمس بل خير مما طلعت عليه الشمس أكيد عرفتوهم صح استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وإحنا حفظينهم كده بالترتيب دا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قتل إلا بالله شايف إزاي؟ طيب أنا لو قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر الله أو قلت الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ينفع قلهم المهمه تقولهم بس لو حافظت على الترتيب يكون أحسن يعني الكلام ده معناه ايه معنى الكلام ده إن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا عشان ما نحرمش نفسنا ده خير من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع هناك قال لنا لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب خير مما طلعت عليه الشمس هنا بيقول لنا أحب الكلام إلى الله أربع أحب الكلام إلى الله كأن هؤلاء الكلمات مما اصطفى الله لخلقه لا يضرك بأيهن بدأت المهم تقولهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب لماذا كانت هذه الكلمات أحب الكلمات إلى الله عز وجل كلمات الأربع عاديا قال لك لأنها تشتمل على تنزيه الله عز وجل سبحان الله التنزيه لله عز وجل وتبرئة الله عز وجل من كل نقص أنه عيب اتنين بتثبت لله الوحدة الحمد والوحدانية والأكبرية عارف هي عبارة عن تخلية وتحلية عبارة عن سلب وإيجاب يعني التخلية معناها أننا بننظف بنطهر فسبحان الله تطهير لله عز وجل من كل عيب نطهر الله من كل عيب نقدس الله ننزه الله من كل عيب طيب ما هو ممكن يبقى المكان طاهر ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم ممكن يبقى الشيء طاهر بس ما فيهش حاجة جميلة لا ده هو طاهر من كل عيب وله كل كمال وجلال وجمال سبحانه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ننزه الله من العيوب ونبرئه من النقائص فسبحانه سبحانه ونثبت له الجلال والجمال والكمال فله الحمد فهو موصف بالحمد وله الوحدانية فهو موصف بالوحدانية وله الأكبرية فلا أكبر منه سبحانه وتعالى يقولون إنك تبدأ بأي وحدة ما يضرش لأن الله عز وجل منزه من كل عيب لكن لو بدأت بالتسبيح يكون الترتيب منطقي ننزه الله ثم نثبت له الكمال فالتسبيح البداءة به لأنه ينزه الله عز وجل من النقائص والتحميد لأنه يثبت الكمال لله لأن أنت ممكن تنفي النقائص عن شيء لكن لا تثبت له الكمال آه هو ما فيهش نقائص لكنه ليس كاملا لأ دا أنت بتقول سبحان الله ننفي النقائص عن الله ثم نثبت له الكمال بأن نقول الحمد لله الحمد لله يعني لا يستحق الحمدا مطلقا لأنه أهل الحمد لكماله إلا الله فقولك الحمد لله تثبت الكمال له ثم التكبير آه ممكن يكون في اتنين كمل اتنين كامل وكامل وكامل أو ثلاثة أو عشر أو عشرين كمل لا أنت بتقول أسبحه أنزهه عن النقائص وأثبت له الكمال وحده بقولي الحمد لله لأنه الموصوف بالكمالات فهو صاحب الحمد طب ممكن يكون له شريك في الكمال لا الله أكبر آه لا يوجد لا يوجد مع الله عز وجل من هو موصوف بالكمال فالكمال كله لله ثم بعض الناس قد يظن أن هناك أكبر وأكبر وأكبر فيقولك لا إله إلا الله فلا يثنى عليه بالحمد ولا يوصف بالأكبرية إلا الله الواحد الذي لا شريك له ده ترتيب الكلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله رغم أن الكلمات دي سهلة جدا والناس بتسافر وتروح وتيجي وتقوم وتقعد وما بيشغلوش لسانهم الواحد يمشي مثلا يطلع من اسكندرية رايح القاهرة ولا رايح أسوان ولا رايح السودان ولا رايح ولا طير بالطيرة رايح أمريكا عشر ساعات ويعود يعملوا إيه يشغلولك في الطيرة فيلم فيلم في الطيرة ده إحنا مسلمين يا جماعة آه في نصارى بس إنت عنوان بلدك الإسلام شغلوا حاجة تدل على هويتك هوية البلد الإسلام الناس تحب الإسلام وتتعرف عليه ده حتى وإحنا ركبين راحين الطيران السعودي مثلا وهو طيران محترم تبصت لأنه إحنا ركبين رايحين العمر أو الحج مشغلين لك إعلانات إعلانات ده إحنا رايحين الحج أو نعمل عمر يا جماعة يعني المفترض تشغلوننا مثلا سعادة مفتي سماحة مفتي المملكة هو بيعلمنا الحج بخطبيه المشتهرة التي يخطب بها في عرفات العلماء الأكابر هناك المناسك مصورة تصوير حي لا بيشغلوا الإعلانات سبحان الله أنا شوف أكتر من مرة سفرت فيها بالطريقة ديا فإحنا عايزين نشغل الناس بما يقربهم من الله أو حتى الأقل سبحان الله والحمد لله علمهم الذكر ففي ناس بتسافر مسافات بعيدة وتروح وتيجي والكلمات سهلة خير مما طلعت عليه الشمس أحب الكلمات إلى الله سهلة على اللسان ابدأ بأي واحدة منها ما يضركش لكن الناس بتنسى بالله عليكم لما الواحد دم من أبصر يقول لك لأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس في ناس عندها شركات بملايين أو بمليارات أو بألوف ويشغلوا نفسهم من الساعة تسعة للساعة تنشر بالليل وينسوا يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيها أفضل شركته بما فيها ومن فيها بقيمتها السوقية ولا قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من مت شركة تصدك عن ذكر الله لكن يا سلام يا سلام لو أنت كنت من أصحاب الشركات أو الأموال وكنت ذاكرا لله فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا ودي معناها بتنطفي المال بيروح أو أنت بتموت وتسيبه والبنون ينتبت متوت فريقهم يهم بيموت ويفرقوك زينة وبتنطفي بعد كده المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ومن الباقيات الصالحات هذه التسبحات كما سيأتينا بعد ذلك من جملة الكلمات التي هي من جوامع الذكر ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة تقوله ربنا سبحانه وتعالى يغرس لك نخلة في الجنة يعني أكثر إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب وانت هتعجز ربنا سبحانه وتعالى ده من جوامع الذكر كل مرة تقول الذكر ده يغرس الله لك نخلة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له به نخلة في الجنة طيب لماذا خص النخلة؟ ما قالش مثلا شجرة رمان شجرة تفاح شجرة مشمش فرولة ليه ما قالش كده؟ ليه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له به نخلة في الجنة لأن النخلة من أعظم الأشجار في نفعها وطيبها وطعمها وثمارها وحتى ربنا سبحانه وتعالى درب بها المثل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها وهي تطعم أصحابها طعاما وفيرا ذكر التفضيل من جوامع الذكر ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة في الصباح وفي المساء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عرف تاخد كام؟ دقي أو نص احسبها على الساعة دقي أو نص من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد علي واحد قال زيك بزيك واحد قال أكثر منك أكثر من مية يب أفضل منك فتب من أفضل الناس سبحان الله عرفنا معناها وبحمده أي أسبح الله متلبسا بحمده يعني متلبسا بحمده أنني لم أستطع أن أقول سبحان الله إلا لأن الله أعانني فأنا قلت سبحان الله فالحمد لله أنني قلت سبحان الله شفت دي أنا بقول سبحان الله بحمده سبحت الله وغيري مش قادر يسبح ولا عارف يسبح وغفلان فياربي أحمدك أنني أعنتني على تسبيحك وأيضا من الذكر الذي يجمع ثوابا عظيما ما قاله رفاع بن رافع الزرق بعدما ألسمع الله لمن حمده رحايل بسوط عالي هو وراء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لما النبي عليه الصلاة والسلام سلم من الصلاة ألمني القائل هؤلاء الكلمات آنفا ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سكت المن القائل سكت خف لحسن يكون غلط المن القائل ألأ أنا يا رسول الله قال له لا قد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول بضع كام وثلاثين ملك نزلهم من السماء يتسبهم من اللي يكتب الكلمات دي قبل التاني من ثقالها وعظمها عند الله تبارك وتعالى فالزموا جوامع الكلم يا عباد الله إلزموا جوامع الذكر أسأل الله أن يكتبني وإياكم من أهل الذكر في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار الله قد أعلى بي